عبر الهاتف ورحب بالدكتور عبدالرزاق أبو داود وهو كان قد تولى رئاسة اللجنة السباعية التي أجرت التعديلات هذه التعديلات كان حديث عنها ثم أقرت اليوم وأعتمدها دكتور مساء الخير أهلا وسهلا أهلا مساء الخير أبو خالد هلا دكتور دكتور لا أعرف إن كان لك أولا تعليق حول هذا الأمر أو مداخلة في هذا الجانب الذي اليوم بناء عليه أعلن رسميا اعتماد النظام بتعديلاته أعتقد أن الأستاذ أحمد عيد تحدث بما فيه الكفاية عن مثل هذه التطورات الإيجابية السارة لكرة القدم السعودية نحن على الطريق الصحيح ليس كما ذكر البعض بأن الجمعية العمومية ضعيفة وأن جمعية عمومية لا تعرف أهدافها هذه الجمعية تضم كفاءات من النخب الرياضية السعودية الذين لهم باع مشهود ويحملون شهادات عليا النظام الأساسي المعدل الذي وافق عليه الفيفا اليوم مع تعديلات طفيفة في الصياغة دليل على نطج هذه الجمعية وعلى أنها سارت في ظل النظام الدولي الأساسي المعتمد من الفيفا وأن كل ما أشيع حول الجمعية وحول النظام الأساسي المعدل لم يكن صحيحا إنما هي القفز إلى استنتاجات غير صحيحة وهذا يعتبر أحد إشكاليات الوسط الرياضي أننا نفسر من عندنا لعندنا قبل أن نعرف ما هي الإجراءات الصحيحة كل الإجراءات التي تمت هي إجراءات صحيحة وأيضا الآن تتوج بالموافقة الدولية ثم الانتخابات القادمة في 20 ديسمبر أعتقد أنه لا يوجد عمل بدون أخطاء نحن نقطع نعمل ولكننا أيضا نحاول أن نصد إلى أهدافنا مع زملائنا في الجمعية العمومية ومع كل الأعضاء في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم نتطلع إلى القادم من الأيام لتطوير منظومة العمل في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ولن ننظر إلى الخلف إطلاقا رسالة إلى زملاء أعضاء الجمعية العمومية أهنيهم بهذا العمل الكبير وهذا الإنجاز الذي تم اليوم أهني الأستاذ أحمد عيد ولا شك أننا قبل كل هؤلاء أن نهني صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرجل الذي وضع اللبنة الأولى ودفع بكل هذه التطورات الإجابية إلى الأمام نتمنى إن شاء الله أن تسير من حسن إلى أحسن إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور دكتور عبد رزاق أبو داود رئيس اللجنة السبعية التي كانت قد أجرت التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم سأذهب لسامي القرشي ذكر لك تعليق سامي حول هذا قبل أن أعود لتعليق آخر من عبد العزيز تفضل يمكن ما في شيء كثير نقدر نضيفه على ما تفضل فيها الأستاذ أحمد عيد وبعدين الأستاذ عبد الرزاق أبو داود لكن في كل الأحوال إحنا يعني يجب أن نعطي كل ذي حق حقه هذا نجاح يسجل للإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم وخصوصا للأستاذ أحمد عيد إنه اعتمدت هذه التعديلات ولكن دائما لو تلاحظون ويلاحظوا المشاهدين إحنا دائما ما تكون الفخاخ أو خلينا نقول القصور دائما ما يكون في الجوانب القانونية لأي عمل سواء داخل اللجان أو داخل الصياغ اللي قاعدة تطلع من الاتحاد السعودي بأي شكل من الأشكال رجعنا مرة ثانية للمربع الأول وهو المربع القانوني من خيال الصياغة حسب ما عرفت أنا أنه يمكن كانت الملاحظة الوحيدة على ما تم عرضه على الفيفا اللي هو القصور في الصياغة القانونية من خلال بعض المفردات المستخدمة لو عدنا بالوراء إحنا دائما عندنا سوء قراءة دائما في اللوائح وتفسير دائما سيء للوائح وصياغة اللوائح بشكل خاطئ هذا الكلام كان جليا خصوصا في خلينا نقول في اللجان اللي كانت دائما محل جدل شبه يومي مع المباريات اللي هي في صياغة القوانين والمواد حق القانون هذا عانينا منه العام وقبل العام نذهب ونرجع إلى موضوع أنه أمام حقيقة واقع يجب أن نحن نتعامل معها أنه القانونيين اللي يتم الاستعانة بهم في الحركة الرياضية السعودية يعانون إما من قصور في الجوانب الرياضية والمفهوم الرياضي لأنه كل الرياضة علم وبحكم أنها علم هي لها نعم صيق قانونية معينة وكلمات معينة منتقات تختلف عن أي اتجاه آخر أرجع إلى تعليق أنت بسيط ذكرت وقلت أنه أسقط في يد من كانوا يعتقدون أنه هذه التعديلات القانونية ستعرض الاتحاد السعودي وكرة القدم إلى عملية التجميد وهي خسارة الحقيقة فادحة بالنسبة لهم ونتمنى أن تستمر دائماً ولذلك وعطفاً على هذا التصيد الواضح أنا حقيقةً أشد على يد المسؤولين في الرياضة السعودية أنهم يحذرون دائماً من مغبة تفسير المواد والقوانين والأمور التي تخص الفيفا وفق أهواءنا أحياناً يقابلها نوع من القصور وبالتالي يجب وليس من العيب أن يلجأوا للفيفا في كل عملية استفسار صحيح خصوصاً خصوصاً وأنه الوسط الرياضي حالياً يمر ببعض الأزمات الحقيقية الطافية للسطح والتي لا يجب أن نتعامل معها المسؤولين في الرياضة السعودية وفق تفسيراتهم هم ويجب أن نستشيروا الفيفا عنها كي لا تحدث ما لا يحمد عقباء وأعتقد أن رسالتي وصلت ويفهمونها طيب عبد العزيز الشي الثاني أنت لو لاحظت حتى لغة الأستاذ أحمد عيد أنا برجع لها اللي أعجبني فيها أن حتى التصريح اللي قام فيه ليست لغة انتصار أو تشفي أنت عارفين هذه اللغات الكبارة اللي عجبتني وإحنا انتصرنا وخلي اللي يتكلمون والكلام هذا أنا برضو هذه هذه صورة نموذجية للأستاذ أحمد عيد في الزاوية هذا مو معناها إذا اختلفت معها في نقاط ثاني يأتي واحد قاصر فهم يقول أنت جالس تمتحه فيه معناها إذا مدحته في نقطة مو معناها معه في كل النقاط والعكس هذه واحد خطرج عليه الرياضيون الحقيقيون لا يتشفون مو هذا مو خالج الرياضة هو من يتشف مو هذا الاشكال هذا يفترض نعيها كأعلام أيوه والمهم جدا أنا لما أتفق معك في نقطة مو معناها ما أتفق معك في كل النقاط وإذا اختلفت معك في نقطة مو معناها ما أختلف معك في كل النقاط هذا مهم الشي الآخر لما أتكلم عن الجمعية العمومية على فكرة هناك أشياء ننتبهها لها أنا لما أقول ورش عمل لأعضاء الجمعية العمومية على هذا ما يصير الشغلة تربطات أني والله أساعدك لأنك نعم فيك وأنك كريم وأنك خلينا نقول بين قوسي أنا تقهب الرجاجي لأخليك في مجلس أعضاء لا أنا أبغى شخص كفء يمثل هذا الصحيح الاتحاد السعودي هذا المهم في أعضاء الجمعية العمومية الشيء المهم أنا أتكلم عن روابط لاعب المحترفين روابط الهوات أرجع لهم عبد العزيز سبحاني لأنها مهمة هذه النقطة لكن عبر الهاتف ورحب